بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد تعلمنا أن هناك فرقا عميقا بين قراءة الاطلاع وقراءة التعلم فقراءة الاطلاع تصنع إنسانا مثقفا لأنه يقرأ في مجموعة من الفنون أو المعارف أو العلوم بما يصنع مع ذلك بعضا من الرؤى والأفكار والمناهج إلى غير ذلك أما قراءة التعلم فهي التي تصنع معها العالم المتخصص لأنه يقرأ في فن بعينه في علم بعينه يحاول أن يجمع أدوات فهم هذا العلم حتى يفهم مقاصده وأحكامه وأسراره وغاياته إلى غير ذلك من هنا نقول دائما إذا ما أطلق مصطلح ما فعلينا أن نذهب إلى أهل الاختصاص حتى لا نضيق المفهوم من هذا المصطلح وحتى لا نختزل المعنى المراد من هذا المصطلح في جانب ونهمل جوانب أخرى اليوم نتناول فقه الأمانة هذا المصطلح الرصين الذي بمجرد أن يمر على الذهن فإن الذهن يبدأ في استدعاء مجموعة من المفاهيم والتصورات التي تتعلق بحقيقة الأمانة الغالب على الناس أنهم يختزلون المعنى ويضيقون المعنى فيجعلون الأمانة فقط أن هناك رجلا أودع شيئا عند آخر حتى يحفظه له ويرده له عند الحاجة إليه سواء كان هذا الشيء ماديا أم غير ذلك هذا المعنى الذي يرد على الأذان إلا أن المعنى أسمى وأكمل وأعلى من ذلك ومن هنا ندرك فقه الأمانة من أنواع الأمانة أمانة المنهج وأقصد بالمنهج هنا أن يلتزم الإنسان بالمنهج الإلهي أن تتصل نفس الإنسان بالله عز وجل وأن تتحرك نحو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو المنهج الإلهي؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان سيدا أعلى في هذا الوجود وسخر له كل أجناس الوجود غير الإنسان الحيوان والنبات والجماد وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سخره لك أنت أيها الإنسان إذن أنت أيها الإنسان سيد أعلى في هذا الوجود وكل ما في هذا الوجود سخره الله سبحانه وتعالى لك وكل أجناس الوجود غير الإنسان لها مهمة وتقوم بهذه المهمة السؤال هنا ما هي مهمة هذا الإنسان ومن هو سيد الإنسان لا بد وأن يبحث الإنسان عن سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون وسيد الإنسان هو من وهبه السيادة هو من سخر له أجناس الكون هو الله سبحانه وتعالى ما هي مهمة الإنسان بعض الناس يختزل المهمة في جانب واحد وهو العبادة لا مهمة الإنسان وهي ما نسميها بالمقاصد العليا للمكلف المكلف هو الله والمكلف هو الإنسان ما هي هذه المقاصد ما هي المهمة التي أوكلها الله لهذا الإنسان العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادات ليست شعائرية وفقط هناك عبادات شعائرية هناك عبادات تعاملية هناك عبادات بدنية هناك عبادات قلبية هناك عبادات لسانية هناك عبادات مالية وهكذا العبادات متنوعة العبادة ثانيا العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمرتها واستخراج كنوزها إلى غير ذلك ثالثا التزكية بالأخلاق الحسنة قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن النوع الأول من أنواع الأمانة أمانة المنهج أن تلتزم بالمنهج الإلهي ما المراد من المنهج الإلهي أن تلتزم المهمة التي أوكلها الله إليك ما هي هذه المهمة؟ العبادة العمارة التزكية بالأخلاق الحسنة من أنواع الأمانة أيضا أمانة المواهب ونقصد بالمواهب هنا الطاقات والقدرات والإمكانات والمنح والنفوذ التي من الله عز وجل بها على أي إنسان منها هذه أمانة أو دعها الله عز وجل في كل إنسان فعليك أن تقوم بأداء حق هذه الأمانة يا من وهبك الله طاقة وقدرة استثمر هذه الطاقة في أن تعين بها ضعيفا يا من وهبك الله حلما استثمر هذه الأمانة في أن ترسخ قيم الحب والرحمة والتسامة يا من وهبك الله قلما جريئا استثمر هذه الطاقة وهذه الأمانة في أن تقف بها مع الحق وأن تقف أمام الظلم وهكذا هذا ما يسمى بأمانة مواهب من أنواع الأمانة أيضا أمانة الجوارح الله سبحانه وتعالى سخر لك كل هذه الجوارح المطلوب منك أن تستقبل النعمة الإلهية بأن تستخدم الجوارح هذه النعمة في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تستحي أن تستخدمها فيما لا يرضي الله عز وجل في صناعة الشر أو القبح أو الفساد أو غير ذلك من أنواع الأمانة أيضا أمانة كل إنسان منا عليه أن يدرك أنه أداة حقيقية ورئيسة ورصينة في تقدم وطنه لا نريد أن نكون من معطل الأعمال كل موظف منا في مكتبه عليه أن يسارع الأعمال وأن لا يعطلها لأنه إذا أنجزت الأعمال فإنها تتسارع إذا تم مسارعة الأعمال من الممكن أن تكفي حاجة المستهلكين وأن نصدرها إلى الخارج إذا قمنا بتصديرها عاد ذلك إلينا بعملة صعبة العملة الصعبة معناها التقدم الاقتصادي هذا لون من ألوان الأمانة أمانة الوظيفة أمانة الجوارح أمانة العمل وقبل ذلك كله أمانة المنهج وغير ذلك كثير فعلينا أن نقرأ من خلال أهل الاختصاص لندرك المفهوم الحقيقي لأي مصطلح نتقلب فيه نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم